موسيقى موسيقى بحيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا بحلقة جديدة من انترفيو أحد مبارك منتمنى لكم اليوم أربع قاب اليوم ذكرى قليمة طبعا أربع سنين وبعدها ريحة الدم مغلغة بالروح أربع سنين والجرح عم ينزف أكتر وأكتر أربع سنين ونحن قاعدين هون وهن فوق أربع سنين واكتار زغرت قلوبهم وصارت سيعة بصورة معلقة عليها شريطة صودة أربع سنين وناس يمكن طاب جرح الجسد بس القلد بعده مشلع أربع سنين نحن هون على هيد الأرض الفانية بعدنا عم نختلف على كل شي بس هن وحدهم الدم أربع سنين ونحن عم يجمعنا القهر والحزن والموت أربع سنوات على انفجار مرفق بيروت والعدالة بعد ما تحققت أربع سنوات وبعد في جرحة عم تتعذب جسديا ونفسيا وبعدهم أهل الضحايا وبعدنا ورح نضل نطالب بإحقاق الحق ومحسبت يلي كانوا السبب ومش رح نتعب بس هالشي ما بصير من دون تضامن وإيمان بربنا أكيد وبها القضية وبمريفقة روحية من كتار وبشكل خاص من الأب هاني طوء ضيفنا لليوم أهلا وسهلا فيك الله خليكي أبونا يعني ذكرى قليمة طبعا أربع سنوات مرأو على تفجير مرفق بيروت على تفجير لبنان على تفجير قلوبنا كلنا ولكن بعدنا مكافين بعدنا عم نطالب بالحقيقة بعدنا عم نطالب بإحقاق الحق بدنا نعرف مين المسؤول لو شو ما كان بعد أربع سنوات من مرافقة أهل الضحايا والجرحة شو بيقول الأب هاني طوء ما ممكن يكون أي ما ممكن توصلي لأي مصالحة مع الزات ومع هالتفجير يلي صار إلا إذا وصلنا للحقيقة أساس العدالة هي الحقيقة نعم وقت اللي بتوصلي للحقيقة وللعدالة بتبلشي تشتغلي على موضوع المصالحة المصالحة مع الزات المصالحة مع الآخر الغفران وكل الكلمات يلي مستعملها نعم لكن قبل نحنا مدعوين بإسم الإنسانية وبإسم الوطن وبإسم المجتمع وبإسم المسيح وبإسم الأديان وبإسم اللي بدك ياه معفوا مدعوين للنضال اليومي من أجل الحقيقة ومن أجل العدالة نعم كل من يتوانى عن هذا الشيء يقف في صف الظالمين والمجرمين أكيد مشان هيك مدعوين كلنا سواء كل واحد بالمطرح اللي هو فيه وعد ما منقدر نكون مع بعضنا البعض وعد ما منقدر نعلي صوتنا ببعد سلامي على سلامي على الآخر لأنه إذا بتروحي على البعد اللي هن عملوا بتصيري مجرمة مثلهم صحيح إذا بتروحي على البعد السوداوي بتصيري سودا مثلهم نحنا ناس مطرح ما في موت منزرع حياة ومطرح ما في وجع منزرع مصالحة ومطرح ما في فقدان للأمل منزرع رجاء نحنا مؤمنين بيسوع الحي القائم من بين الأموات مشان هيك كل حياتنا جوهر وجودنا أن نختار الحياة جوهر وجودنا العميق أنك تختاري الحياة ومطرح ما بتختاري الحياة الحياة رح بتزهر ورح بوعدون أنه مطرح الانفجار رح بيزهر شي كتير حلو بدوا شوية وقت وقت اللي بتتحقق العدالة ورح يسمر دمها الشهد الأطهار عدالة عمل الكون أمين أمين أبونا يعني مثل ما ذكرت حضرتك لولا الإيمان ما منقدر نكفي والشعار السنة لولا فسحة الإيمان والأمل أديش الإيمان والأمل مرتبطين أبونا ببعضهم لأنه نحنا لو ما إيماننا ما منقدر نقف على إجرينا وما منقدر نتأمل ببكرة أكيد أحلى موضوع الإيمان هو موضوع خيار أنت بتختاريه يعني لا يفرد عليك وكل إيمان يفرد بيبط الإيمان بيصير معتقد بيصير تدين بيصير إذا بدك تقوس ولكن الإيمان هو إيمان شخصي أنت بتختاريه بعمق أعمقك بتعملي هيدا الاختبار وبتصيري تعرفي بقلب قلبك من جوا أنه بعمق وادي الظلام جوا في مين بينتشلني وبيخدني على المراعي الخصيبة وهيدا من المسع يعني هيدا بتلمسية بتلمسية يونيا يعني وقت اللي بتعيشيها من جوا بتعرفي أنه بقلب الموت في حدا بيرجع بيشيلك بيشيلك هيك وبحطك على الطريق لحتى تكفي وتكفي وتكفي هيدا الاختبار الإيماني العميل هلا فيه يكون بمطرح تاني نضال وطني فيه يكون نضال إذا بدك اجتماعي كلهم مناح ولكن النضال المبني على الإيمان بشكل عميق مش على التدين ولا على التقوس ولا على الانتماء الطائفي أو الحزب أو الكنسي الإيمان نرتكز بشكل عميق على اختبارك الشخصي بها لأله على اختبارك الشخصي أنا بيقول على اختبار الشخصي بيسوع الحي هيدا يلي بيعطيك الامكانية انك تكفي يوميا وانه حتى يلي بتسمي خصمك نحنا معنا أخصام وأعداء بالمناسبة بيهمني أقول هيدا الشي على شكل كتير كبير ولكن إذا الدولة اعتبرتهم أعداء أنا بيعتبرهم لأنه ألتزم التزام الدولة أو الوطن يلي أنا بكون فيه ولكن أنا كمسيحي ما عندي أعداء بالعمق حتى هيدا الخصم بيبطل يكون خصم وأنا بيصير مستعد اني سامحه بس بالأول لازم أعرف الحقيقة أكيد لازم أعرف الحقيقة لتتحقق العدالة على الصعيد الشخصي بيحقلي سامح ولكن على الصعيد الجماعي ما بيحقلي هيدا كتير مهمة كمان أنا على الصعيد الشخصي الحياة الله أهل هن بدون دقيقة المعدلة ايه بدون يسامحوا بيحقلهم بيقول أنا سامحت ومستعد أني صالح لأنه المسامحة شي والمصالحة شي آخر طبعا على الصعيد الشخصي إنك تسامحي هيدا حقك تسامحي على الخير العام لأنه هيدا الموضوع مش بس دأب الناس هيدا دأب الخير العام هيدا دأب بوطننا بمدينتنا بتاريخنا حتى لو سمحت مش ممكن انسى مية بالمية هيدا دأب ماضينا بمستقبلنا هيدا دأب كييننا هيدا دأب استقرارنا بالتروما يلي بعده للناس عم بيعيشوها لحد ديدي اليوم بالوشع يلي عم بيعيشوه لحد ديدي اليوم إلي الحق سامح على صعيد الشخص لكن ليس لدي الحق إلا أن أناضل وأخاتل من أجل تحقيق العدالة من أجل الخير العام طبعا أبونا يعني لو منحكي من اليوم لبكرة ما منخلص طول ما نحن مؤمنين وعارفين بمين وثئين ولكن بعض أهل الضحايا أو بعض الجرحة حتى بحاجة دائما لمرافقة روحية وإنت رفقت الكثار منهم أديش مهم هون المرافقة روحية أديش مهم هون أنه يضلوا هالأهيلة وهالجرحة حاسين أنه في حدا حدون عم بيرفقون عم بيدلون عم بيصلي معون يمكن حتى عم بيعلمون الصلاة بوقت لحظات الضعف بتعرفين المرافقة بتصير متل الولد مع أهله بالمراهقة بيصير عامل تمرد بعدين بيرجع يكتشف أنه لا إخي هون أهل ومعون هادي بالمسيرة مرأ معنا كتير إشي هيك يعني ليه لأنه هيدا الدم الفاير والواجع الكبير يلي ضربها الأهيلة هيدا الفقدة ابنها وهيدا الفقدة خيه وهيدا الفقدة ابنه وهيدا الفقدة بنته وهيدا الفقدة أخته يعني كمية الواجع يلي موجودة مش هين يجوا كلمات أو حيال الله شخص يقدر يدويون والمرافقة دقيقة جدا لأنه بتاخد طابع روحي وبتاخد طابع اجتماعي وبتاخد أوقات طابع سياسي لأنه كل عمل نقوم فيه هو عمل سياسي مش تحذب ولكن عمل سياسي لأنه عمل اجتماعي اذا انا بالاجتماع. واوقات كتير متل ما الولاد اوقات ما بيفهموا بيته يعني انا مسلا بكون اخد ابني معي على السوبر ماركت بصير يتور انه بدو يشتري من هاي بعرف انه هاي ما بي منى لقلو. بس بيزعل مني. بس بعدين على كبر بصير يعرف انه لا اكان لمصلحته. الموضوع منو سهل. انت عم تتعاطي مع ناس هل قد مجروحين. هل قد مضروبين. هل قد مصابين. هل قد في جرح عميق. مش كل الكلمات اوقات بتلاقيون بياخدوا مطرحهم. مش كل التصرفات بيبقوا مفهومين. ولكن نحن كاباء من عمق اعمائنا عنا كل الصدق وكل الحب وكل النية وكل الهمة اننا نبقى معن لاخر نفس بحياتنا. حالو كتير. ابونا قدش دقيق الوضع لانه نحن بنعرف كتير منيح انه في خيط كتير رفيع لما بيصيبنا اي مصاب وخاصة مثل هال مصاب يعني بيكون في خيط شعرة كتير رفيعة بين الايمان اذا فينا نقول والكفر. في ناس بتروح على محلات كتير بعيدة. انت اكتر حدا بيقدر يحكي عن هالا الموضوع. نشكر الله عليك وعم بتكوني علامة رجاء رائعة يعني مع كتير ناس. شكرا الله. نشكر الله على الجرح كتير كبير وقدرت يكوني علامة رجاء يعني اكتر حدا بيقدر يجيوب عن هالا الموضوع. نشكر الله عليك. مش سهل مش سهل. في ناس بتتعم. في ناس بتقولك خلص بتهرب لقدام ما بقى بدا تفكر بالموضوع. يعني في اهالي بقى وقت بتحكيهم بيقولك خلص ما بدي يفكر بالموضوع رحت لما طرحت يعني هيدا شي بيرجع بيدمرني. في ناس بيبقى عندها قوة صلابة انها تقدر تكفي. الحياة مثل بالحرب في كتير ناس بديك تحمليهم معك. بديك تشجعيهم. بديك تعطيهم كلمة. بديك تعطيهم معنويات. كل الاشياء هي من جوا. قديش بتقدر يتكفي. قدي بيكون نفسك طويل. قدي بيكون عندك قضية لانه لحلك شي. الاساس بالحياة انه يكون عندك قضية. القضية بدي ايرادة. والارادة بدي مسابرة. والمسابرة بده ايمان. مربوطين ببعضهم. وصبر. ايه المسابرة. يعني القضية بدي ايرادة انك تمشي للاخر. الارادة بدي مسابرة انه مت نفسي على الطريق. يكون عندك هالقدة مسابرة وصبر انك لحتى توصلي. نعم. وهو كلهم سوا بدهم ايمان بعمقهم من تحت. مهم. ولحتى يحملهم لتكفي لتوصلي لقضيتك وتحقيقية. والعدالة اللي نحن عم ننشدها مش كرميل بس الاهالي الضحايا. عبدا. لو كرميل الاهالي الضحايا بنصير في قويين. يعني انا بكون عم بشتغل من اجل بيت نون وبيت ملاحة وبيت الكعدان. لا لا. انا عم بشتغل من اجل كل لبنان. انا عم بشتغل من اجل كل انسان. تعرض لضعف. تعرض لموت. تعرض لغدر. تعرض لقتل. صح. انا عم نشتغل من اجل معرفة الحقيقة لحتى ما تتكرر. ويعرف من هم المجرمون. يمكن نصالحهم. ويمكن نسمحهم. بس لازم ينعرف الحقيقة لحتى تتحقق العدالة. لحتى هالناس يشفوا من جوا. يعملوا هيدا طريق الشفاء مع حيالهم. ويروحوا على الخطوة التانية. يلي ممكن تكون معجزات بين ايديهم بالبعد الايماني. صحيح صحيح صحيح. يعني هيدا النهار رغم كل الالام والوجع يلي هو محاوط كل اهل الضحايا والجرحة. انما هو نهار مبارك. بداية مع الادس الالهي يلي رح يصير بي مارجريس. هلأ بعد دقايق قليلة. بيحتفل في راعي ابرشيد بيروت المارونية. المطران بولوس عبدالساتر. تساتر طبعا على نية شفاء المرضى يلي بعضهم عم يتعذبوا. بعضهم مرضى كتير. نعم وعلى راحة انفس الضحايا. هلنا مرضى كتير. تعرفي شو الناس اللي ما بينتبهولو. هن الناس تروماتيزي. ما بعرف شو بالعالمة. يعني عم بيعانوا من مشاكل نفسية. يعني الناس تروماتيزي كميات هائلة. تطلع فيهم هيدا وجع ماندو معروف. بس تعرفيهم من عينيهم. هيدا النظرة الفارغة. هيدا النظرة الموجوعة. بتحكيه بشيوبك بالشرق. هيدا الخيفين. لك بيخاف اذا بتقعد تنكي على الارض. هاو دي الناس. قعد تفكريهم مية وميتان وألف وألف. مية عشرات الألوف موجودين بالمنطقة هون وموجودين بكل لبنان. هيدا الانفجار عمل ترومة على صعيد لبنان. صحيح. مشان هيك هود دي ناس أكتر ناس نحنا بحاجة أن نوقف حدهم كمان بها الوقت. لحتى نقدر نساعد قدر الإمكان إنه نتخطوا أزماتهم النفسية. أزماتهم الروحية. أزماتهم الاجتماعية. أزماتهم الاقتصادية. فتريسيا بدي أقول لك شيء ما في بلد مثل لبنان بالعالم صابوا بفترة ثلاث سنين يلي نحنا صابنا. صحيح. ولا أي بلد ورا بعضهم البعض من أيام الثورة لكل الإنيار الاقتصادية. الأزم الاقتصادية يلي صار ويلي كان مجمع شوية مصاري عملوا له بلوك لمصرياته يعني انتهى أمره. بتجيت للكورونا وبتعرفي بلدنا كيف وين جاء الكورونا. يجا تفجير بلدنا. كلوا الوراء بعضهم عم تشوفيهم ان بعد بعضنا ناطرين النيزك ومنصير أحسن أكتر بلد صابوا مصايب بالجنسبوك يعني. بتصور نحنا هلأ صابنا أكتر بلدنا. ما هلأ مع كل هذا يلي عم بيصير هلأ ببلدنا مع كل الانفجارات مع كل القتل مع كل الاغتيلات. أيضا الحرب النفسية يلي عايشينا بكل لحظة. ما في أي بلد بالعالم بيقدر يتحمل يلي نحنا تحملناه وبالرغم من ذلك نحنا شعب بنحب الحياة. نحنا شعب من أمن برب الحياة. طبعا. جئتوا لتكون لكم الحياة والحياة الفضلة. بقلب الموت نزرع حياة. طبعا. بقلب الواجع نزرع رجاء. بقلب الظلم نزرع عدالة. وهيك رح نبقى. وهيك رح نضال أكيد بوجود يعني ناس وأباء مثل أفضالك أبونا نحنا منفتخر فيك أكيد. طالله يخليه. بدأ انتقل لأحكي شوي قبل ما ينتهي وقتنا عن مطبخ مريم. شكرا. اليوم ما في ما أذكر هيدا الموضوع. أنتو اليوم عاملين لقمة رحمة. صحيح. لحتى تكون عم تجمع أهالي الضحايا والجرحة بمطبخ مريم. خبرني شوي أول شي كيف طلعت الفكرة. بدأ أحكي شوي أرجع عن تأسيس المطبخ ولكن بدأ أحكي عن لقمة الرحمة اليوم. نحنا هيدا صرت قليت سانوي أنه قبل بعض الأديس منجتمع مع بعضنا البعض. نعم. بنعمل لقمة رحمة منتحيداس. بنعمل هيك مثل جامعة عائلية. نعم. بنجمع وجعنا مع بعضنا البعض. وقهرنا ورجائنا بنفس الوقت. بنطلق من بعد على المظاهرة على المسيرة يلي بنعملها من فوج الإطفاء لتمثال المغترب. نعم. كنا بلشنا إذا بدك بمطبخ مريم بيتنجرة على درجة جمازية. متذكرة. على ما نقولها. يتنجرة وحدة حوالي الخمسين طبق. نعم. اليوم بعد أربع سنين نحنا عندنا مطبخ بأربعمائة متر. بنعمل حوالي الألف وخمسمائة طبق بيتوزعوا على كل بيروت الكبرى مجانا. عنا صالة بتقدر تستوعب حوالي الميتين وخمسين شخص بيقدروا يجوا كل يوم من كل الجنسيات. كل الجنسيات دون استثناء من كل الأديان. ممنوع حدا يسألهم. ممنوع حدا يطرحيسوا. ميم ما بده بيقدر يجي بيأكل. بيقدر ياخد معه على بيته كمان. وعنا صار عنا كلينيك كمان إذا بدك مرافقة نفسية شفائية علاجية. عنا توزيع أدوية. وهلا عم نحضر نوع من شلتر. يعني نوع من ملجأ أو ملجأ أو إذا بدك مركز. بيقدروا أي مشرد بيجي بيقدر يتحمم. يغسل تيبو. بينشفون. بيأخد أدويته. بيأكله. بيقدر ينام. بس بيقدر كلهم. مين مكان يكون. من دون أي استثناء. وبركز على من دون أي استثناء. لأنه في كتير ناس بيسألوني أنه مين يلي عم بتساعدون. عم بتساعد فلان أو عم بتساعد. بقل له أنا عم بتساعد الناس. البشر. البشر. هاو دي ناس. هاو دي ناس. لا أنا قررت أن يكون أصير ومدعبل. أو قررت أن يكون أسمر. ولا قررت أن يكون عندي هاي دي اللهجة في تسعين بالمية من الإشياء. أنت ما بتقرريها بحياتك. أنت بتتقبليها. طبعا. ولا هاو دي الناس قرروا أنه يكونوا هاك. هاو دي الناس لقيوا حالهم هاك. أنت بتحبهم لأنه نهوري صورة يسوع الحلو. أكيد. أبونا. بدأ أرجع شوي لتأسيس مطبخ مريم. أول شي حكينا مرة. ولكن هيك خلينا هيك بشكل كتير سريع. نحكي ليش مطبخ مريم. ليش مريم. هو على اسم الوالدة. صحيح. صحيح. خبر المستمعين والمشاهدين ليش مطبخ مريم. ومين كان الداعم الأساسي لأبونا هانيتو. لحتى يقدر يكبر مطبخ مريم. ويطال عددها الأدى كبير من الناس والمشاردين. رح أقول بشكل سريع. مطبخ مريم هو على اسم أمي. أمي شخص ساعدنا كتير بالرسالة من بعض الحرب. كنت أنا ورفقاتي عندنا هيك مثل مركز كمين كبير لإيواء الولاد المشاردين. تعرفي بعض الحرب كان في كتير ولاد مشاردين. لا. وكانت أمي الداعم الأساسي لهذا الموضوع. وكان عندها رغبة كبيرة أنه يكون عندها مطرح الطعام في الناس. وتعطي وتستقبل وهيك كان عندها وسيعة بشكل كتير كبير. وربت حوالى الخمسة عشر للعشرين ولد يعني بالصيفية يتعامل عندها. وهي كان تعمل الأكل والتعمل أصلا. وهي يتعامل الأكل وكل هذا. كان عندها هذه الرغبة العميئة. بسبب معين يعني هيك الرب أراد أنه أحد هذه الولاد بيتعرض له بالقتل. وأمي بتموت شهيدة إنسانيتها ومحبتها هيك للآخر ولا يسوع للآخر. نعم. هيدا الشيء ولد فيه حزن كتير كبير لفاترة طويلة. بعدين فهمت أنه كل هالمسيرة الحلوية اللي كانت أمي عم تعملها كان لازم تتكلل بالشهادة على صورة المعلم. واتكللت على صورة المعلم بأنه ما من تلميذ أفضل من معلمي. وأنت سماحت الشخص يلي. أنا سماحت من قلبي لأنه هايك بعلمنا المعلم فيه. يسوه. أنا بحق لي على صعيد الشخصي سامح. بس أن الدولة أخدت حقها. وغلتنا عم نقول أنه أنا على صعيد الشخصي بقدر حق سامح. بس الدولة ما سامحت لأنه هيدا حق عام. أكيد. مشين هايك وقت اللي بلشنا بالمطبخ أطلقنا على إسم مطبخ مريم. وبعدين الناس اعتقدوا أنه مريم العضرة وقلنا أنه شي ميح كمي. أكيد. لأنه الأم بتلم. هايك صارت مريم لكل الناس. وبلشنا بالـ 2020 بـ 8 آب يعني بعد الانفجار بأربعة أيام. خلصنا الـ 2020 نحنا عم نوزح حوالي 250 طبق. 2021 كنا وصلنا لـ 600 طبق. 2022 لـ 800 طبق. 2023 كنا عم نوزح ألف. من بداية الـ 2024 بمطبخنا الجديد. وهم بلدي وجه تحيي كتير كبيرة. لـ CMCGM. اللي هي كانت حدنا. وكانت الدعم الأساسي الكبير بمطبخنا الجديد. أكيد معها بذكر الأوفر دوريون. بذكر معهم موليبون دازور. ستتونة أسويسياتيون. بس رائعة جدا. بذكر معهم ديبرتمون الإيل دو فرانس. بذكر معهم ريجون سود كميم بفرنسا. بذكر معهم كل هالأشخاص يلي. وعشرات الأسماء يلي أنا حطيتها تحت. يلي كانوا معنا. بس هولي الجمعية إذا بدك الكبيرة. بس الفضل الكبير كبير بمطبخنا الجديد. بمركزنا الجديد. قدام الله هي لـ CMCGM. مين بساعدك أبونا على الأرض؟ نحن عنا 13 شخص موظفين صاروا. عنا ثلاثة من بيناتهم عندهم صعوبات. يعني عندهم صعوبات جسدية. عندهم صعوبات كل حالة. وكل الأشخاص اللي معنا هن حالات. يعني نحن ما حطينا حالة معنا. يمكن الشاف الوحيد يلي هو بعد فترة جبنا شاف. بس البقية كلهم هن حالات جبناه لحتى نشفه. نحن عم نعمل مسيرة شفاء مع بعضنا البعض. مسيرة شفاء جسدية نفسية روحية. المطبخ مش بس مطبخ. هو مكان لحتى نلتقى مع بعض. لحتى نتشارك مع بعض. ألمنا ووجعنا ومضينا وحضرنا. وحتى مطرح للقاء ومطرح للقهوة ومطرح للمزح. ومطرح منسمي هيكل الأخوة. للعيش مع بعضنا البعض. مش بس أكل يعني. هو جزء منه أكل. نسميه مطبخ جزء منه أكل. مثل بالبيت. هو مطبخ بلم. كيف المطبخ بلم. بس أنه على الطاولة أنت مش بس تبتأكل. تتحدث أو بيبقى في موسيقى. لأنه هذا المحل. هذا أكثر محل بتجتمع في العائلة. صحيح صحيح. أبونا يعني يلي عم تعمله كتير حلو. أنا بعرف كمان قديش عم تتعاون مع جمعيات. وقديش في جمعيات عم تلجأ لمطبخ مريم. لحتى تكون هيك عم تاخد من عندكم يمكن. هاللقمة للطعمة. عن جد كل الأشخاص يلي بحاجة. بعرف قديش الحمل كتير كبير. شو المشاريع المستقبلية هيك؟ نحن إذا الله راد المشروع الكبير تابعنا هو المطبخ النقال. أعتقد من هلأ للميلاد بنزفها الخبر الحلو. بيصير عنا مطبخ نقال. نزع نحكي عنا بصوتها. لا سمح الله أي كارسة بتصير نكون نحن موجودين. يعني بطلنا نكون عنا مطبخ نركزة. نصير قادرين نطبخ بالمطرح اللي نحن موجودين حوالها لألف طبق. مطرح ما نحن موجودين. بيكون معنا كل الماتيريال كل الإشياء. هذا إذا بدك البروجيه الكبير. البروجيه الأكبر أنه نقدر نخلق كذا مطبخ بكذا مدينة كبيرة. يكون عنا كمان هيك إذا بدك فروع. نعم. مع ناس مإمنين بهالشغل. بدون يكون عندهم قضية. بدون يكون عندهم إرادة. مصابرة وإيمان. يقدروا يمشوا. أكيد. إذا منلتقى بهالأشخاص نقدر نخلق فروع. نقدر نساعد الناس لما يدل أي إنسان بلبنان. مش مواطن لبناني أي إنسان بلبنان. نعم. ينم بلع عشر أو بلع أكل. عنده الحق الطبيعي أنه يحصل على دويه ويحصل على أكله. ما في خوف على لبنان طول ما إنه في ناس بتفكر بهيدا طريقة. طول ما إنه بعدنا عم نصدر الدسين لكل العالم. أمين كثير. أنا بدي أشكرك كثير أبونا هانيتو. رح نترفق سواء خلال هيدا نهار بالإديس ومن بعد الإديس بلقمة الرحمة. وكمان الساعة ستة بالتجمع هلأ رح نحكي عنه كمان مع ويليام وصحفيها لحدد. شكرا كتير لإلك. بشكر وجودك معنا بدي إلك يعطيك ألف عافعة كل المجهود يلي عم بتقوم فيه أنت وكل فريق العمل. أنا بدي أشكر الله عليك وعلى الاختبار الإيماني العميقي اللي عم بتمر إيه لنا هيك مثل الملح بالطعام على هذا. شكرا. بس بيملينا بيفرحنا كمان. نشكر الله. الله يبركي. شكرا أبونا شكرا للكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايما عبر هوا صوت لبنان.